دهنياً وعصبياً بضغط دهنياً يا خالد. طبعاً. اللي حصل مع بعض لعبة في المتخب. بعض لعبتنا في المتخب. ده يؤثر نفسياً بشكل كبير جداً. عشان كده كان. المتخب تونس برضو عالي. طبعاً طبعاً طبعاً. لا بس فيه فكرة مهمة جداً. أما تكلم علي أخ خسران نهائي. بس حس انه ما أصرش. أو مش حس انه ظلم يعني. لكن أنت تصل على عفشاً. أثنين نجوم من عدد جايين. حرفياً يعني متأثرين نفسياً بشكل كبير جداً. ده لاكس الواحد. أنا الآن حيعلم محمد شريفه على أخشى. لأن حاسس أن شريف نسي كثيراً من وجبات مركزه. جداً. لما بعد تمام يعني حتى أتمنى أن ثقة ما تتزج بنفسه. يا كابتن اللي بتقال بين اللعباء. ودي أنا بتكلم معلومات. لا لا تفضل. اللي بتقال بين اللعباء. أن اللعباء كتحس أن كيروش بيقلص عليهم. ده ده معلومات أنا متأكد منها. وعارف بقول إيه. وبالتالي أنه اللعب جايل بالشكل ده من المنتخب على الجهاز الفني بقياة. أنا برضو سؤالي. أنا راجل مدير فني. هجيب لعب عشان يخلص عليه ليه؟ ده موضوع شرح حطور. أنا هجيب لعب عشان أحرقه. أنا هجيب لعب عشان أحرقه. لو أنت بسيط على تاريخ كيروش عمل مشكلة قبل كده برضو. بعد رونالدو رودريجيز لما كان في كولومبيا رفض وحصل عليه ضغطه ورفض. ورح قايل حاجة كده جملة ما معناها أن مصلحت الفريق عنده. فهو ما بيعني الضغط الإعلامي اللي بيحصل عليه عشان يستاذي لعبه. هو بيعشق أن يكون في دائرة الضوء حتى لو بالمشاكل. من الممكن يعني مثلا بقول لك أن أنت عندك إثنين لعيبة نفسيا أنت المفروض تتعامل معهم بشكل كويس وده اللي حاصل. بس بإذن الله في مباراة السوبر هيكونوا جاهزين وهكونوا حاضرين. بس نفس الناس تحط شريف في المركز اللي كان متقلق فيه. نتمنى أن يكون لديه استفاكر. إن شاء الله يبقى فاكرة. بقول نتمنى أن يكون لديه استفاكر ومهاجمات مركز المهاجم.